دونيا عايزين اقول لك كل سنة وديدة طيبة وانت طيبة وديدة النهاردة كم سنة الاول وانت طيب فريدة النهاردة خمس سنين الحمدلله كبرتني لا كبرتني يلسس غنونة برضه خبنا خليك يا عشور مرسيل زوقك مرسيل انت جيت ونورتني اصلا حبيبي عايزين اعرف كده ديدة بقى خدت منك ايه في طبعها وهي الشكل لشبهك خلاص عرفنا هي وقدة مني ومن بابا بس هي وقدة مني بقى اكتر حاجة انا ما بحبهاش يعني العصبية عصبية جدا ودماغها ناشفة برج الجوزاء يعني بس انا بحاولة يعني مسيطرة لحد دلوقتي مسيطرة الحمدلله يعني ما تقلقش هل هي اللي بتمشي كلامها ولا انت اللي بتمشي كلامها بس هي في النهاية بتمشي كلامها بس بمزاجي يعني بعض اقول لا 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 وفي النهاية بعمل لا لا هي عايزها بس عشان هي بنتي يعني بتصاب علي بس في حاجات وحاجات طبعا لا بس انا بتقلقش مسيطرة الحمدلله اكتر حاجة يعني عايزة تربيها عليها ايه بس اهم حاجة عندي الادب طبعا والاخلاق وهي تبقى عندها ام حتة شوية فيها ديني يعني يبقى تعرف الصح من الغلط وده فيها الحمدلله يعني بحاول على قد مقدر و انا الحمدلله يعني الى حد المام رباها كويس الحمدلله انا بشوفك في التلفزيون كده رعيها ايه بشغل يكو بتعمل ايه لا بساعات لما بعمل مشهد مثلا فيه خنائق ولا ضرب ولا يعني ما بحبش اخليها تشوفني كده لانها بتتداق جدا بس انا عارفة ان انا خلاص ابتدت دلوقتي تعرف ان مامي ممثلة وبتطلع في التلفزيون الاول كان بالنسبة لها فيه صدمة طب بتتسق ايه ده فيه ايه بس دلوقتي لا الحمدلله خلاص يعني تعودت انت بقى على الخناء والضرب يعني انت اتضربت لما شبقتي فيه هوجان فاا مكلم بقى انا باطرب على طول في كل الحاجات يعني ما عارفش دايما والبيتك كبير فيه اكتر من البيتك داي يعني عادت سبع حلقات باطرب بس بس الحمدلله الحاجة بتطلع الحمدلله كويسه في الاخر يعني الحمدلله حان انت كده مع تجربتك كده مع هوجان وشغل مع محمد عاد الامام وكريم مع محمد عزيز تجربين يعني انها يعني أنا تبسطت جدا بصراحة معاهم تبسطت مع عشرين وتبسطت مع محمد إمام لأنه بجد قلبه على الشغل يعني مش قلبه مثلا على شغل هو بس لا بجد يعني بيبقى قلقان جدا على كل الناس اللي حواليه وبيبقى مبسوط جدا لو مثلا حد جي ضف له حاجة في المسلسل فهو أنا وسلمي ده بصراحة كريم بقى ده الواحد وعلى جنب لأنه كريم ده يعني أنا ما بعرفش أنا ما بعرفش ماس معايا من كتر الدحك لأ مسخرة وهو يعني بصراحة في هوجا أنا شفته عامل مجهود جبار يعني أنا واحدة من الناس انبهرت فهو ربنا يوفقه يا رب إن شاء الله حكايتي برضو كان من العمال المميز لك كنتش أنا متوقع أنها تنجح في الشكل ده بص حكايتي ده حالة بالنسبالي يعني أنا كنت في الأول مرعوبة مش عايزة أعمل الدور ده لأن المساحة كانت قليلة بس لما أحمد سمير فرج قعد تكلم معايا قال لي دونيا بص الأدوار دي بهي اللي بتعلم مع الناس دي حاجة تاني حاجة أن الدور قلب أحداث المسلسل يعني خلى بدليدة تبقى شخصية تانية عن الشخصية اللي كانت فيها يعني لما كانت صاحبتها وبنت عماها موجودة فده قسر جواها حاجة خليها تتحول من حاجة لحاجة فغير في أحداث المسلسل فده دفلي وفاديني جدا ولقيت الناس يعني إيه ده يا جماعة ده كل الناس حاجة موتتي ليه مش عارق فلقيته عمل صدمة مع الناس فدي حاجة الحمد لله يعني بسطتني جدا والشغل كمان مع أحمد سمير فرج ممتع جدا